صلة جديدة قد تعطي تفسيراً واضحاً عن أسباب استمرار أعراض كوفيد-19 لفترة طويلة الأمد فوفق دراسة جديدة لجامعة ييل الأمريكية قد يكون انخفاض معدلات هرمون الكورتزول الذي تفرزه قشرة الغدة الكاظرية السبب وراء استمرار الشعور بالضعف والوهن وألم العضلات والمفاصل لفترة طويلة حتى بعد سلبية نتيجة كورونا وتأكيد الشفاء من الفيروس فالدراسة كشفت أن مرضى كوفيد الذين يستمروا ظهور الأعراض عليهم لفترة طويلة لديهم نصف مستويات هرمون الكورتزول مقارنة بغير المصابين أو الذين تعافوا تماماً وبالتالي سيساعد تحديد كمية الكورتزول في الجسم الأطباء في تقديم علاج أفضل وأبلغ الباحثون عن ارتباط بين انخفاض مستويات الكورتزول ومتلازمة التعب المزمن وهي حالة طبية أخرى طويلة الأمد حيرت العلماء بأعراضها إذ تسبب المستويات المنخفضة بشكل غير طبيعي من الكورتزول أعراضاً مثل ضعف العضلات والتعب المستمر وفقدان الشهية وانخفاض ضغط الدم